اشتركوا في القناة والحقيقة كمان جاي قبل مباراة نهاية دوري الأبطال وما كسب منه كتير الحقيقة أنا حابة بقف مع حضراتكم وقفة مرتبطة بأكتر من مشهد على أكتر من شاشة في أكتر من برنامج في نفس التوقيت اللي بكلم حضراتكم فيه خلينا نقول بداية أنه من النهاردة الأهلي على بعد أسبوع واحد فقط لا غير من أهم مباراة للكرة المصرية السنة دي كلها أو الموسم دا كله يعني زي بكرة إن شاء الله بإذن الله الأهلي يواجه الوداد على ملعبه وفست جماهيره دا كان قرار الاتحاد الأفريقي طبعا اللي ما زال حتى اللحظة الحقيقة بالنسبة لي أنا على الأقل لا يمثل أي نوع من أنواع الحياة أو تكافؤ الفرص اللي مفروض الاتحاد الأفريقي يكون حريص عليها والحقيقة أنا يمكن كنت بأتكلم في الأيام اللي فاتت على أنه مفترض أنه بما أنه الأهلي ممثل مصر الأهلي ممثل مصر فيها البطولة بطل مصر يلاقي بطل المغرب فكان من المنطقي ومن الطبيعي أنه الأهلي يلقى الدعم من كل بقى يعني من كل حد في موقع مسؤولية كنت بأتكلم على وزارة شباب ورياضة كنت بأتكلم على التحاد كورة كنت بأتكلم على ربطة أندية كنت بأتكلم على العلام رياضي وإيه المنع كمانه ما يكونش وزارة السياحة وزارة الطيران وزارة الخارجية يعني أعتقد أنه كل مؤسسات الدولة يهمها جدا أنه فيه كان مصري محترم يحقق عنده القدرة وأثبت ده بالدليل القطع وكان محقق البطولة في آخر نسختين أنه يرفع عالم مصر فيه مناسبة زي نهاية دوري الأبطال ويفوز باللقب المرة 11 في تاريخه ويفوز باللقب المرة الثالثة على التوالي ويمثل مصر ويمثل أفريقيا في كاس العالم الأندية في نسخة جديدة لكن على أقل تأدير أفهم كواس جدا إذا ما كانش فيه حد عنده القدرة أنه يقوم بالدور ده أو حد عنده الرغبة أنه يقوم بالدور ده أنه ما يكونش فيه حرب تكسير عظام للنادي الأهلي هو مقبل على المهمة اللي بيمثل فيها مصر بالشكل ده يعني على الأقل لو مش قادرين ندعى من نادي الأهلي ما نكسرش فيه كدوا بالحضراتكم أنه المشاهد اللي أنا بقولها لكم دوقتي واللي أنا شفتها يعني أنا قصدت بزهول والحقيقة أنها جات في سيكونس يعني في ترتيب وراء بعض كده لدراجة أن أنا يعني سألت نفس طب إيه الغرض إيه الفكرة أنا بيتهيالي أنه الفكرة بتتعدى بكتير قوي فكرة نسب المشاهدة واللايكات والشيلز اللي موجودة على مواقع السوشيل ميديا يعني لما بقى شايف أخدوا بالكم الأهلي لعب مطش مبارح ده في غياب عشرة من اللاعبين اللي ما تقدرش تقول عليهم غير أنهم أساسيين ومهمين ومحوريين جدا في السيزن ده الأهلي مبارح لعب وهو ناقص خط نص وخط تدفع كامل غياب ياسر إبراهيم محمد عبد المنعم بدر بنون أيمن أشرف أليو ديانج أكرم توفيق عمار حمدي لويس مكسوني عمر السلية فرقة كاملة ممكن تنفسها على قبل الدول ورايح فين؟ رايح على بطولة أفريقيا في ظل قايمة إصابات هكلم حضراتكم عنها وهقول لكم